بسم الله الرحمن الرحيم حضرتكم أستاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو ده هنقدم لحضرتكم الفيديو 18 من سلسلة شرح بردامج الماكروسوفت وورد وفي الفيديو ده هنقدم لحضرتكم كل ما يتعلق بالعلامة المائية من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب في البداية هنشوف إزاي هنقدر ندرج ووتر مارك أو علامة مائية هتيجي على قائمة ديزاين بعد كده هتلاقي عندك ووتر مارك الوتر مارك فكرتها بأنك هتلاقي كلمة مكتوبة على الصفحات كلها في الخلفية الكلمة دي ممكن تكتب عليها عادي زي ما احنا نشوف دلوقتي وبتفضل الكلمة دي موجودة في الخلفية طيب أنا دلوقتي عشان أعمل ووتر مارك بتيجي على الوتر مارك تقدر تختار التصميم اللي انت عايزه بعد كده بتدخل على كاستم ووتر مارك لما تدخل على كاستم ووتر مارك بتبدأ أنك تحدد له أنا دلوقتي عايز اللغة بتاعت الوتر مارك بتاعتي باللغة العربية عايز التكست بتاعها مثلا أستاذ ياسر محمد نجيب عايز الخط بتاعي مثلا الخط ده عايز أو عايز مقاس مختلف اللون بتاعك لو انت عايزه تتحكم فيه تقدر بقى انك تتحكم فيه الشكل هل انت عايزه أفقي ولا رأسي بعد كده بتعمله فهتلاقي الشكل بتاعك اتزبط طيب أنا دلوقتي مش راضي مسلا عن الشكل اللي موجود قدامي واللي خرجت به الوتر مارك بتاعتي طيب هقدر اعمل ايه هتدخل على كاستم وتبدأ بقى انك تعمل التعديلات اللي انت شايفها مناسبة وتعمل الاب لاي علشان تقدر انك تشوف ايه الشكل المناسب لك أنا دلوقتي ممكن اني ما اعملش الوتر مارك بتاعي كرمز تيكست ممكن اعمل الوتر مارك بتاعي كصورة في حالة الصورة انت بتقدر بقى انك تختار الصورة هل انت عايزها من على الجهاز بتاعك ولا من على خدمات السحابية بتاعتك ولا عايزها من اين من اين هقدر بقى اني اختارها من الجهاز بتاعي على سبيل المثال انا اختار صورة من الخلفيات الموجودة عندي في الجهاز بتاعي ولنفرض الصورة دي هعمل له اب لاي هتبقى الصورة اهي موجودة في الخلفية ممكن بقى انك تشيل العلامة دي فتبقى الصورة بتاعتك مهاش بينا بشكل ممسوح دلوقتي كده الصورة بتاعتك بينا بشكل طبيعي ولكن التانية لو انت فعلتها هتلاقي الصورة بتاعتك بينا بشكل ممسوح زي ما هنتشوف دلوقتي دايما اعتمد على انك تعمل قبلاي علشان تشوف الفكرة اللي موجودة عندك ايه نصيحة دايما بانك الصورة اللي انت بتختارها ما تكونش صورة مزعجة على اساس انك لما تكتب عليها يكون النص اللي انت ادركته نص واضح تقدر بقى انك تغير في الاسكيل بتاع الصورة بتاعتك وتشوف المقاس بتاع الصورة بتاعتك اللي انت عايزه عايزه ايه تقدر انك تتلعب بالشكل اللي انت عايزه في الصورة بتاعتك طيب انا ادركت ووتر مارك بشكل خطأ تقدر بقى انك تحزفه من خلال حكتين من خلال قيمة ديزاين ووتر مارك هتعمل رموف للووتر مارك او انك تدخل على الكاستم ووتر مارك وبعد كده تعمل نو ووتر مارك واب لاي فهيحزف لك الووتر مارك بننصح دايما بان الووتر مارك اللي انت تعمله تعمله قبل الكتابة في الملف لان تصميم الووتر مارك بعد الانتهاء من تصميم الملف بتاعك ممكن يتسبب في ضياع التنسيق اللي انت تعبت فيه ويتسبب في ترحيل الصفحات فيختلف تنسيق ملفك فدايما ننصح بان الووتر مارك او العلامة المائية انت تصميمها في بداية العمل على الملف قبل ما تبدأ في ادخال اي محتويات في الملف بتاعك علشان توفر وقتك بعد كده وما ترجعش تنسى الملف مرة تانية بكده نكون خلصنا شرح الاعلامة المائية او الووتر مارك بنشكر حضراتكم وبنثماني لحظةكم كل التوفيق ونثماني تشرفونا بالاشتراككم في القناة ترجمة نانسي قنقر